الشباب الزملاء الأصدقاء الإخوة الأخوات في كل مكان بنحييكم جميعاً بكل التحايا والتحيات تحبوها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم في كل زمان وفي كل مكان وتمنى لكم إقامة سعيدة هانئة حيثما تكونوا إن شاء الله اليوم اليوم بنتكلم اليوم بنتكلم عن الجزء الثالث من المحاضرة بتاعة أنواع الأسر وإدارة الأمراض النفسية في مؤسسات العمل الخيري خاصة مؤسسات الإنسانية في الجزء الأولاني كلمنا فيه من أكثر من شهر كلمنا فيه عن أنواع الأسر اللي موجودة في المجتمعات ووصلني سؤال من أحد الأخوات بتقول انت ليه بتقسم وبتنوع الناس قد يحصل فيه تفريقة بين أسرة وأسرة إلى آخر أنا ما بقسمش حد أنا اللي أنا بعمله إن أنا بقول انزولوا في المجتمعات واعرفوا مشاكل المجتمعات من خلال التكوين الأسري في وجود الآباء في وجود الأجداد في عدم وجود الآباء في عدم وجود الأجداد في عدم وجود الأقارب في النزوع في اللجوء في التشرد وأطفال الشوارع إلى آخره علشان نعرف كيف نتعامل مع أبناء المجتمعات التي تعيش في داخل مثل هذه الأسر وده نحن نتكلم فيه معاكم ليس لتقسيم الناس أو ليس لأننا بنعمل أننا بنحاول نفرق بين أسرة وأسرة ومجموعة مجموعة أبدا 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 اللي نحن بنعمله أن نحن بنحاول نضع أيدينا على بعض المشاكل اللي بتكون موجودة داخل بعض الأسر اللي أنا ذكرتها مش معنى أن أنا قلت 12 أسرة في المجتمع يبقى ما 12 ممكن يكون 20 ممكن يكون 30 ممكن يكون 50 على حسب اللي هو تقسيم المتخصصين والعمل النفسي والعمل الاجتماعي ده بالنسبة لأنواع الأسر في المحاضرة التانية أو في اللقاء التاني اللي تكلمنا فيه كنا نتكلم فيه عن طبقات حماية الأطفال داخل كل أسرة من هذه الأسر اللي كانت بتكون حوالي 40 طبقة هنما يكون الأجداد كلهم موجودين الأجداد من الجيل القديم والجيل اللي بعده وبعدين الآباء وبعدين أصدقاء والأقارب وإلى آخره إلى آخره وبتوصل إلى صفر في بعض الأحيان أو إلى طبقة واحدة أو دائرة واحدة على حسب وجود من يحمي هؤلاء الأطفال داخل مثل هذه الأسر ده اللي حتى حصل في المحاضرة التانية اللي أنا اتكلمت فيها في الأسبوع التانية اللي هو اللي فات اليوم نتكلم عن الجزء التالت اللي بيتكلم فيه عن ليه احنا عايزين نعمل وحدة للدعم النفسي وحدة للدعم النفسي في المؤسسات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية طيب أو للدعم النفسي إدارة الدعم النفسي أنا بشكر زملتي الأستاذة آية بزينب عشان نعرض الشرايح وحنبدأ اللقاء بتاع اليوم الجزء التالت في فتفضة خمسة اللي خمسة الحلقة 32 عن إدارة الدعم النفسي داخل المؤسسات الإنسانية وداخل المؤسسات الاجتماعية اللي في مجتمعات هل احنا محتاجينها ولا ايوة محتاجينها هقول ليه محتاجينها أول حاجة هنتكلم عن وحدة أو إدارة أو قطاع الدعم النفسي أو إدارة الأمراض النفسية بيتكون من ايه بيتكون من ثالث مكونات المكون الأول من الأطباء النفسانيين المكون التاني من الأخصائيين الاجتماعيين المكون التالت من موظفين في إدارة المشاريع من أبناء هذين الفئات اللي نحن متضرر أطباء النفسيين هم أكتر الناس قدرة على فهم المشاكل المجتمعية اللي بتصيب مثل هؤلاء الناس خاصة الأطفال أو النساء أو الرجال داخل مثل هذه الأسر لانا كلمت علمها الاثناشر أسرى لانا كلمت عليهم من قبل اللي عايز شوف الزوم أنا الرابط موجود معاكو على الفيسبوك المكون الأول هو أطباء النفسيين وأنا بكلم وأتحيز وأنا بتحيز ليه اللي أنا هقوله لأن أنا مؤمن به أطباء نفسيين أفضل أن يكونوا من النساء لخصوصية وحسية الأمر ولأن غالبات المتأثرين بكل من الأطفال والنساء دي المرة واحد ده الشرط الأول الشرط الثاني يكونوا من أبناء الوطن اللي نزحوا بداخله أو هاجروا إليه أو من أبناء أوطان أخرى لها نفس الثقافة والأخلاقيات والعقيدة والدين واللغة والفلسفات الفكرية القريبة من الفلسفات الفكرية للمتدرين من الأمراض النفسية لأنهم حيشاركون في جزء من العادات والتقاليد والتاريخ يبقى المكون الأول أطباء نفسيين هذا أقول إنهم يكونوا من نساء في الدرجة الأولى ويكونوا من نفس الوطن اللي هم مخرجوا منه عشان الثقافة واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد إلى آخر ولو نزحوا أو لو هاجروا لبقى الثانية يبقى بردك نساء طبيبات نفسانيات لهم نفس الثقافة والتاريخ والقيم والعقيدة إلى آخر عشان يفهموا الأطفال ويفهموا النساء والنساء تفهمهم العملية مش نجيب أي حد نحطه في أي حد لأنه مرواح المكون التالي في الوحدة دي يكون معنا أخصائيين اجتماعيين أو فضل بردك أنهم يكونوا من النساء لنفس الشروط اللي أنا قلتها في الأطباء النفسيين اللي بالقرام الأمر التالي في نفس الوحدة دي يكون معنا ناس من إدارة المشاريع اللي ما هكتبوا المشاريع و هكتبوا البرامج يبقى المكون الثلاثي ده هكون فيه طبيب نفسي أو طبيبها نفسية الخصائية اجتماعية ذائد أحد العاملين في قسم المشاريع عشان يحول هذه المعاناة إلى مشروع وبرنامج ده تكوين الوحدة اللي أنا بتكلم عنها و راح نتكلمنا عن ليه احنا بنعمل الوحدة دي في ممض ده نمرة واحد طيب واحد سألني السؤال ده أو أخت من الأخوات سألتني السؤال ده أنا ليه بقوا أصر على النساء بالدرجة الأولى ليه بقوا أصر على النساء هما يكونون مسؤولين عن الوحدة دي بالدرجة الأولى أول حاجة في أربع نقاط هككلم عنهم غالبية المجتمعات اللي تعيش ونعمل فيها من النازحة أو اللاجئة أو مضررة غالبيتها نساء وأطفال من سبعين لثمانين في المئة منهم نساء وأطفال من سبعين لثمانين في المئة منهم نساء وأطفال دي نمرة واحدة يبقى عايزني واحدة امرأة علشان تعرف تعاون معهم دي نمرة واحدة دي نمرة اتنين الثبيعة المرأة نفسها اللي خلقها ربنا طبيعة المرأة اللي خلقها ربنا عاطفية حانية ودودة بتكذب إليها النساء والأطفال حتى بعض الرجال اللي عندهم مشكلة نفسية بيرتاح أنهم يفتفضوا أهمهمهم مع الطبيبة النفسانية أكثر من كلهم مع رجل دكتور نفساني نمرة ثلاثة من أسباب أننا بتحيز للنساء الطبيبات في هذا المجال ثقة النساء والأطفال من المتضررين في الانبساط في الحديث مع النساء وذي أنا ذكرتها بكلفك أكتر من مرة لما سفرنا منديرة في شمال في كينيا وانا سفرنا بكين نايجر في منديرة ما كانش معنا نساء كنا كلنا رجال فالأطفال خافوا مننا عشان نلاحة بتاعتنا وعشان كلنا ذكوريين إلى آخر إلى آخر إلى آخر والنساء خافوا يعني مش خافوا يعني خدوا خطوة الورا الأطفال كانوا بيبكوا لما خدنا بعض البنات من بناتنا والأخوات في الرحلة التانية في الناجر ومالي وتشاد إلى آخر في 2007 وكما معها ثلاث بنات التفاف النساء والتفاف الأطفال حوالين حوالين البنات اللي كانوا معنا كانوا غير عادي طرحي يعني حالة نفسية طفل بي حالة نفسية أنا أقول لكم إيه فإحنا ليه نغير طبيعة الخلق اللي ربنا خلقه فده إيه التحيزي لأن تكونوا الطبيبة نفسية ويكون اللي هو العامل الاجتماعي أو الأخصاء الاجتماعي إبراءة برضك إلى آخر نقطة الرابعة في بعض الحساسية في المشاكل اللي ممكن المرأة تذكرها للرجل أو الطفل يذكرها للرجل خايف منه فلذلك لذلك أنا بأؤمن أن هذا المجال له هذه الوحدة تقودها النساء ليس إغفال لندور الرجال ولكن لطبيعة المرأة اللي ربنا خلقها بيها دي نمرأة ليه إحنا بنتكلم وأنا بأسر على النساء يكون هما في الوحدة دي إيه بقى وظيفة الإدارة دي بقى بنتكلم فيها إيه وظيفة الإدارة اللي إحنا بنتكلم فيها أول حاجة ترفع الواقع الحقيقي للمشاكل اللي بتعاني منها المجتمعات عن طريق مين الأخصائيين الاجتماعيين متخصصين متخصصين رفع الواقع الحقيقي مشاكل يتعاني منها هذه المجتمعات المتضررة دي نمرأة واحد نمرأة اتنين تخط برامج عملية وعلاجية برامج عملية وعلاجية للتعامل مع مثل هذه المشاكل اللي هي المشاكل نفسية وعلاج المتضررين منها نمرأة اتنين نمرأة تضع قواعد وإرشاد للمتعاملين مع المتضررين سواء كانوا موظفين في المكتب الرئيسي أو موظفين في المكتب الميداني أو حتى متطوعين أو حتى مانحين رايحين يزوروا يعني أنا كنت معايا كان بتزورني سيدة فاضلة بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يخلف عليها في الدنيا والأستاذة أستاذة جيل اسمها معايا العسعوس وهي كانت قاعدة في اليمن ومازلت قاعدة في اليمن منذ 16 سنة شفت كل الأشكال اللي هي المشاكل إلى أخير فبدأت تقول لنا إن في بعض النساء اللي شغالين معاهم في المجال ده داخل اليمن أصبحوا هم نفسه العاملات بدأ يجي لهم أزمات نفسية وانتناء العصبي خرجوا عشان يتعالجوا دي المرة واحد دي المرة اتنين الأطفال ما يعرفوش من الطائرات إلا فقط إنها حتلم عليهم سواريخ لأتخال الطفل داخل اليمن إن ممكن في يوم العام حركة بالطيارة أو ممكن حد يتعلم في يوم لغير ما تريد معي قنابل وثواريخ التالتة اللي في بعض الزوار اللي راحوا يزروهم هناك تأثروا بالأوضاع الكئيبة اللي بتصيب المجتمع اليمني فلذلك الإرشادات دي تكون للعاملين سواء كانوا دوليين أو محليين ثم للزوار ثم للمتوعين ثم المنحين اللي حب يزروه هناك ده اللي هو النقطة التالية القواعد وإرشادات متعاملين مع متضردين من هذه المشاكل منها عاملين في المؤسسة المحليين ودولين متوعين إلى آخر ده اللي هم نتكلم عليها ستضبط اللي هو ده بالنسبة لديه النقطة الرابعة إنه سيحط برامج العلاد مين يحط برامج الأخصائيين الاجتماعيين زائد نسأولي المشاريع اللي موجدين معنا زائد الدكتوري النفسي نمرة الرابعة حيشاركوا في تصميم كل المشاريع اللي هي بتوضع لهذه الفئات في المجتمعات اللي هم يعيش فيها حني عامل مشروع للمياه حني عامل مشروع للتأهيل حني عامل مشروع للرفع الكفاءات حني عامل مشروع تعليمية حني عامل مشروع اقتصادية لابد نكون عارفين نفسيات واحتياجات النفسية للأفراد اللي عايشين في مثل هذه مجتمعات زي ما زي ما كنتوا بتكلم مع بعض الشباب السوريين احنا دلوقتي فيه شيء جديد اسمه ايه ابنه قرى عشان نخرج الناس بعد عشر سنين من الخيم اللي هم عايشين فيها زي ما بنتنا شهد في آخر ليلة من اللي قالي شهر ديسمبر سنة الفاتد قالت كان كل أملي كل أملي كل أملي يخرج أبدا منهوري كل أملي ايه إننا يجبوننا خيمة جديدة ده أمالها في الحياة مش شايف حاجة تانية غير كده فبنبني الأماكن دي كلها بالمئات أو آلاف الشقق بنبنيها بس لابد أن يكون هذا توازى مع البناء النفسي للسكان نفسهم لا سفقت لو من شفين الحائط اللي وراها ده كل حجارة لا سفقت الحجر سينقذ البشر الحجر سيجعل البشر آمن لكنه من داخل قد يكون منهار كمرأة أو كرجل اللي ما عانوه من ويلات مشاركة في تصميم مشاريع الإغاثية والتأهلية والتمكنية والتنوية والثقافية والترفيهية والتعليمية والتوعوية وغيرها يبقى دي وزيفة الوحدة أربع أو خمس نقال طيب نبتلي بقى الناعش أنا مش هتور في المحاضرة دي كتير قوي لأن كلامت في المحاضرتين اللي فاتين يعني أكتر من كده بعد إحنا ما استعرضنا لاثنشر نوع من الأسر المجتمعية وأنا قلت ما مش اتنشر فقط ممكن الأخصائيين الاجتماعيين أو ممكن الأطباء النفسيين يخلوهم عشرين يخلوهم خمسة وعشرين همهم متخصصين أنا مش متخصص أنا رجل أشتغل في المجتمع وأحدد مشكلة معينة أعطيها المتخصصين أضع الصباعي على مشكلة لكن مش أدل أحلها عشان تعرفوا أنه ما فيش حد هنا يقول أنا أوتيتو على علم عندي لا العلم عند كل الناس فيه أطباء نفسانيين فيه أخصين اجتماعيين فيه ناس في المشاريع فكذا إلي إلى آخر إلى آخر فلاقينا في الاثناشر الأسرة دول أو أكتر أو أقل لحوال 75% إلى 500% منهم محتاج لدعم نفسي محتاج لدعم نفسي حتى الأسرة المستقرة اللي فيها الأجداد الجيل الأول وجيل الثاني والآباء وكذا وكذا بعض الأحيان بيحصل لهم هزات أو تحديات أو مشاكل بتعرضهم لهذه الهزات النفسية أو الأزمات العصبية اللي بتجنع فبالتالي أصبح المجتمعات المعقدة حاليا أصبحت المجتمعات المعقدة حاليا هي هي معناها أننا بنعمل أننا تدخل فيها الدعم النفسي كلما تعقد المجتمع كلما حطينا هذا الدعم النفسي من خلال وحدة أو إدارة إلى آخر لأسف يعني حد كذلك طيب ف75% إلى 5% من الناس اللي عندنا نحن بتعامل معهم بيحتاجوا دعم نفسي وزي ما أنا قلت أنا مش بقسم مش بفرق بين القسر أقول القسر دي أحسن من القسر دي زي ما الأستاذة اللي سألتني وقلت لي ليه بتفرق بين الناس أبدا أبدا لو أفرق من القسر بالعكس أنا بقول أنه في أسر للنازحين في أسر للاجئين في أسر أطفال الشوارع في أسر للمطلقات والمطلقين في أسر الأرامل وفي أسر اللي هم المغتصبات اللي هم والعزو بالله يعني وإلى آخره فعا كل هذه الأسر لابد نحن نتعامل معها بما يحتاجوا الأفراد داخل مثل هذه الأسر أنا من الناس اللي زمان يا شباب ما كنتش بؤمن بالطب النفس أنا طبيب طبعا يعني لكني لما أكون طبيب يعني زي ما أنتوا عارفين ناجح تخرقت كنت منظر إلى الطب النفس ده إنه هو لأنه كنت جاهل كنت إيه كنت جاهل حب التامنين مغناطيسي يعني واحد بيجيب واحد يقعده على السرير أو واحد دكتور يحط واحد على السرير كده وتقول لا وتنامها لابا كان ما شوف الأفلام المصرية القديمة لابا درس وتقول له يعمل كده يعني جاهل جاهل حتى جاهل عند الأطباء زي حالتي طبيب بيقول نام وغمض عينك أو طبيب بيقول له سيب نفسك وأنا ساعدك لكن الوقت أصبحت أؤمن بالطب النفسي كمحور أساسي في البناء المؤسسي المؤسسات الخيرية المجتمعية والمؤسسات الإنسانية الدولية فعلينا استحداث هذا القسم وروا بدأنا بالدكتور النفساني في إيجاد وظيفة لطبيب نفسي يساعد في كتابة وصياغة ومراجعة كافة المشاريع المجتمعية التي تتعامل مع هذا الكم الهائل من المشاكل لكن المؤسسة عندها إمكانيات مثلا في الخليج أو مؤسسات في أوروبا اللي عندهم 20-30-40-50-100 مليون دولار أو جنيس ترليني أو دينار إلى آخر فعليهم وإنهم ينشئوا هذه الوحدة لأنهم إمكانيات المادية اللي حتؤهلهم إنهم يعملوا إيه؟ إنهم يعينوا أو يقيموا مثل هذه الوحدة أو هذه الإدارة فأنا أؤمن بها الآن إرسلتي اللي أنا عايز أقدمها عشان ما أطولش عليكم النهاردة وأخلص بسرعة إرسلتي أولا دي موجهة من؟ دي للجمعيات وخاصة للرؤساء الجمعيات كل مرة كتبوا رسالتي للشباب عشان أحمسوا النهاردة بقول رسالتي لرؤساء الجمعيات فمسؤول الجمعيات الخارية والمواصلات الإنسانية بتكون في أول أول حاجة أول بند في الرسالة لابد علينا أن نلاحظ النمو المجتمعي الدائم والمستمر والطبيعي والذي يحدث تلقائيا دون ترتيب أو تخطيط لأن دي سنة الحياة اللي حتى ربنا سبحانه وتعالى في المجتمعات وفي البشر وفي المخلوقات والنمو ده لأربع اتجاهات نمو أفقي ده النمو التقليدي والأسف أغلب مؤسستها نموها أفقي والأسف حولة تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية وألف أغلب مؤسستنا نموها أفقي تقليدي نهتم فقط بجمع المال دي نموها واحد النوع تاني من النوع النمو المجتمع النمو الرأسي اللي هو في الفكر وفي الفلسفة وفي الرؤية وفي الأبحاث كل هذه الأشياء والأسف مش مهتمين احنا بيها دي احنا بس مهتمين جماعنا كام واصرفنا كام نموها اتنين وده حاجات بتحصل طبيعيا داخل المجتمعات وتلقائيا نموها ثلاثة النمو التقاطعي التدفعي اللي هو التدفع ما بين المجتمعات وبعضها البعض وده بيحصل بناء على ايه على مساحة الحريات المعطاء للمواطن مساحة الحريات المعطاء للمواطنين ما فيش حريات ما فيش تدفع ولا يدفع الناس بعضهم بعضهم بادي مش حكومة موجودة في المجتمع بيحكموا العسكر بيحكموا الأمنيين بيحكموا قوة غير شيئا ما أخرى للدكتاتوريين ده النمو التالية اللي هو التقاطعي التدفعي النمو الرابع اللي هو دائري حوالين كل هذه النموات اللي هو بيحمي المجتمع ودي مؤسسات المجتمع المدني اللي موجودة تكون قوية وعندها حرية وفاعلة ومفاعلة دي بقى أربع نموات طبيعية تلقائية مستمرة فعلى كل مسؤول داخل الجمعية ما يعيش داخل الجمعية دي يقوله إحنا المجتمع لا هل يكون في حزب الحزب ده هو إيه الحزب هو المجتمع لا أو الجماعة هي المجتمع لا أبدا عمرها مكانك أبدا مجتمع مجتمع متجدد ينمو دائما تلقائيا لأن دي سنة الحياة اللي حطها ربنا سبحانه هذين نموات مختلفة حادثة هذين نموات مختلفة حادثة بصفة دائمة سلبا أو إيجابا فعلى المسؤولين أن يدركوا ويعوا كل هذين نموات دين امرأة واحد أول رسالة اليوم ويجعلوها جزء هام من تمية المؤسسات والمجتمعات البند الثاني في رسالتي لأصحاب جمعيات أو مسؤولية جمعيات هي أن مشاكل المجتمعية أصبحت متفاقمة معقدة ومركبة فكل مواطن عندنا هو عنده مشكلة نفسه وكل مواطن هو حلم وكل مواطن هو مشروع وكل مواطن هو مبدرة وكل مواطن هو أزمة فاختخيل بقى أنت عندك 100 مليون 200 مليون 50 مليون وعندك 50 مليون مشكلة يبقى تتعامل معها لأن كل مواطن احتياجات يبقى لابد على مسؤولة جمعية لهم يعرفوا أن كل مواطن عنده مثل هذه المشاكل فلابد علينا أن نعي حاجة المواطنين وما يتعرضون له من مشاكل ده اللي هو الرسالة التانية بنت من ده من ده الشعور الآخرين المهاجرين كالسخافة كانت مختلفة القيم من العادات التغيط كانت مختلفة الشخصيات كانت مختلفة التعليم كان مختلف نوعية البشر كان مختلفين برامج التلفزيونية حتى الأفلام السينمائية حتى الأغاني حتى الأنشيد مختلفة ودلوقتي احنا مش عادفين الكورونا حاجب لنا ايه حاجب لنا ايه بعدها مشاكل كتيرة حنبتني نشوفها ونلحظها فيما بعد يبقى تفاق موزداد المشاكل العسرية النتيجة عن التاليبات النفسية الحادثة لأبناء هذه المجتمعات وخاصة المجتمعات النزوح ومجتمعات اللجوء ومجتمعات التشرد إلى آخرية إلى آخرية ده رسالة لأصحاب الجمعيات أنت أوعى تفتكر أنت وهو أن الجمعية بتاعتك ده كل حاجة الجمعية جزء من مجتمع ولو جمعنا كل الجمعيات اللي بتعمل في سوريا أو في اليمن لن تستطيع مجتمع أن تحل مشكلة محافظة في اليمن أو محافظة في سوريا أو محافظة في العراق بكل مقاوتيات الإمكانيات دي النقطة الثالثة النقطة الرابعة اللي فرسلتي لمسؤول الجمعيات كثرت الصراعات المسلحة أصبح اللي هو وجود هذه الجماعات المدعومة من مؤسسات دولية ومن دول كبرى ومسلحة منها علشان تزعزع الأنسجة وتفكك وتمزق الأنسجة المجتمعية المجتمعات دي كلها اللي قدت فيما بعد إلى وجود صراعات مصلحة في أماكن كثيرة جدا جدا لقد شايفينها كلما ازداد الصراعات مصلحة كلما ازداد النزوح واللجوء والتشرد والاقتصاب إلى آخره إلى آخره إلى آخره ده ازداد الأعداد في دي ده دي الرسالة الرابعة لأصحاب الجمعيات الرسالة الرابعة أيضا كثرت الكوارس الطبيعية ودي أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها من قبل 1400 سنة عشان تصحروا الجفاف اللي احنا كنا جزء كبشر والدول الاصطناعية الكبرى كانت جزء أساسي في وجود ها تصحروا الجفاف للشعوب كلها في العالم على المستقبل عشان ما نعرف إن في دولتين أو تلاتة اللي هما الصين واللوحة الأمريكية واعتقد الهند وروسيا بيمثروا حوالي خمسين أو ستين في المية من نسبة اللي هو إنتاج ثاني أكسيد الكربون كرس طبيعية نما تلاتها في النقطة في البند الرابع أو من الرسالة بتاعتي مشاكل التشارد والنزوح ثم اللجوء وكثرت أبناء الشوارع أو أطفال الشوارع وكثرت أطفال الشوارع نتكلم عنه نمرأ أربعة لأعداد الهجرات الاقتصادية اللي بيقولك أنا هموت في المرك ما موت بس أخرج من بعد يمكن ما موتش وشوفنا اللي جايين من العراق واللي جايين من أبوانستان واللي جايين من من أفريقيا واللي جايين من ليبيا واللي جايين من اليمن واللي جايين من سوريا واللي جايين من الصين من يوجور إلى آخره أعداد الهجرات الاقتصادية السرعية والغير السرعية نمرأ خمسة تغير الثقافات والقيمة المجتمعية الدائمة بعد حدوث الثورة الالكترونية والثورة التكنولوجية ومناصات التواصل الاجتماعي وعدم رغبة الزواجات الشباب بيحكموا عن الزواج أنا بكلمش عن الزواج عشان حاجة دي تقليد قديم لأن الأسرة هي أساس بناء المجتمع في أسباب كثيرة جداً بتجعل الشاب والشابة يحكموا عن الزواج يعني مفيش مجتمع حابلي لما مفيش أسر تبني مجتمع فيها بعد ازدياد معدلات البطالة بين الشباب لابد المسؤولين يعرفوا كده اللي هو عن الجمعيات ازدياد معدلات الفساد الإدارة الحكومي داخل أجلس الدولة في كل الدول مفيش دولة في العالم مفيش فساد مفيش دولة في العالم مفيش فساد لكن تراوح نسبة الفساد من خمسة لعشة في المئة بعض دول إلى تسعين في المئة بعض دول أخرى دمرة تسعة أو الإنفاق على الأجهزة العسكرية أصبحت كل الحكومات المهترئة المهترئة والمكلم عنها مهترئة الدكتاتورية تصرف سبعين لثمانين في المئة من ميزات الدولة على الأجهزة العسكري والجهزة الأمني والجهزة استخباراتي وإلى آخر لأنها بتحمي نفسها ما بتحميش المجتمع بتحمي نفسها كل مثل هذه الحكوماتها المهترئة ما فيش خدمات اجتماعية كل حاجة يقولك ادفع 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 ليه؟ أنا اللي معينك أنا معينك وزير أنا معينك كمواطن أنا اللي معينك سفير أنا اللي معينك رئيس أنا معينك وزراء تهني ليه أنا؟ فنجد أن مثل هذه الأشياء في هذه الدول الإنفاق الغير عادي وغير متوازن على الإنفاق العسكري والأمني والاستخباراتي مع تقلص كل خدمات الاجتماعية بقى الأربع رسائل اللي أنا بتكلم عنهم دول موجهين 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 لمن؟ المسؤولين على الجمعيات وكذلك المسؤولين على الحكومات وما نرجع في الترخيص أنا لا أقول لا قرآن ولا حديث أنا بتكلم عن خبرة ميدانية تعطى ممن رأاها للمتخصم فيها لما اتكلمت للإدارة دي هكون مكوانة من أطباء النفسيين هكون مكوانة من أخصاني اجتماعيين هكون منا من السناس في المشاريع عشانهم اللي يعلقوا مثل هذه القضايا كل هذه المشاكل وغيرها بتؤدي إلى حدوث مشاكل أخرى وده يؤدي إلى شرعية إحداث هذه الوحدات داخل المؤسسات فأصبح علينا دلوقتي فرض عين علينا أن نحاول أن نعالج هذه المشاكل من خلال كتابة المشاريع والبرامج اللي مفروض الجمعيات هتنفزها فلا يجوز أن يتواقب نمو واتطور الجمعيات والمؤسسات مع ازداد هذه التفاقم هذه لابد اتنين انتوازم مع بعض وأصحاب الجمعيات أو مساعدة الجمعيات دلوقتي لابد أنهم يخرجوا من الأبراج العاجية بتاعتهم ويعرفوا بماذا يجب في المجتمع العملية في الجمعيات مش فلوس من جماعة بس مش أكل بنوزعها فقط احنا بنتعامل مع بشر مع أرواح مع آمال مع أحلام مع مشاعر مع أحاسيس لأطفال ونساء ورجال والشيوق ومرضى فلذلك إن أردنا أن نرى كيف ننمي جمعياتنا فعلينا أن نرى كيف نكتشف المشاكل المجتمعية المحيطة بجمعياتنا ونعيد هيكلة جمعياتنا بناء على تعقيد المشاكل المجتمعية وحاجة المشاكل المجتمعية لماذا؟ لأننا ما عنديش حاجة اسمها مستفيد أو أحد يجي ويقع الفئر المستفيد أوه حذاري شايفين سباعي؟ أنا بقول عليهم أصحاب حقوق وباللغة الفرنجية أو الإنجليزية أو العجمية اللون رايتس هولدر رايتس هولدر مش بنيفاشر حذاري وشايفين سباعي بيتهزز زي حذاري إنكم تقول عليهم مستفيدين هؤلاء المستفيدين هم الذين ينفقون عليكم أموالهم في مرتبتكم في سفاركم في قمتكم في تعليم أولادكم إلى آخرين فحذاري المستفيد هو صاحب الجمعية ورئيس الجمعية وموظف الجمعية اللي هو بياخد مرتب من الصداقات والزكوات اللي بتأتي لأصحاب الحقوق اللي هم الرايتس هولدر اللي هم الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل إلى آخر من كل هذه الفقال ده كانت نهاية كلماتي معكم اليوم أنا ما أحبتش أطول فيها لأنا طولت قبل كده في المحاضرين لكن التالي محاضرات حاكونوا مجنع على اليوتيوب حابعت لكم الرابط موجود حابعت لكم إن شاء الله النهاردة أو بكرة اللي هو الرابط بتاع المحاضرة على اليوتيوب عشان نشوفوا كل الشرايح واللي عايز ياخد الكلام اللي فيها ويتواروا ويعمل بشيء أنا إن شاء الله الأمر بعد الله سبحانه وتعالى ليكم جميعا وتكونوا إن شاء الله نستفيدكم لهم بعض واللي عنده اختراحات بالنسبة للتخصص ده أنا جاهز إن شاء الله أنا جاهز إن شاء الله أنا بس حقيب عنكم كم أسبوع كده لأنها رايح أثيوبيا إن شاء الله في مهمة كده ومن أثيوبيا رايحين إن شاء الله على كوسوفو برضك في نفس المهمة الإنسانية ومن كوسوفو على ألبانيا ومن ألبانيا على تركيا عشان عندي يمكن مثلا إسبوعين كده وأكتر حلف في مثل هذه الأماكن علشان في بعض الأشياء فما أرجع فيها حاجات تانية هنتكلم فيها لكن هتواصل معكم من خلال بعض اللقاءات اللي حنعملها في مثل هذه الأماكن وجزاكم الله خير وأخلف الله عليكم وشكرا لحسن استماعكم وبشكركم جميعا على وجودكم معا اليوم والأوراق دي كلها ليست حكرا علينا أو على مؤسستي لكن الجميع ممكن نستفيد منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة